ننتقل إلى الشأن الاقتصادي يتجه غالبية الجزائريون في هذه الفترة للبحث عن مكان لقضاء العطلة الصيفية فأين يتوجه أو تتوجه بوصلة السياحة هذه المرة نكتشفها في السياق تقرير أحمد رشدي وفوزيا مسعدي بعد 11 شهر من العمل المتواصل تبدأ رحلة البحث عن وجهة سياحية لقضاء العطلة السنوية فبين الوجوحات الداخلية والرحلات الخارجية يتيه المواطن الجزائري تركيا تونس ومصر ثلاث وجهات باتت تتحكم في بوصلة الرحلات الخارجية للجزائريين في السنوات الأخيرة بالنسبة لوجهات السياحية تحت السنة كأي سنة سنة اللي فاتت السنة اللي قبلها كانت تركيا هي أول وجهة سياحية ثاني وجهة السنة اللي راهي طلب عليها كثير كثير هذه السنة هي شرم الشيخ بعدها جي تونس الوكالات السياحية تحاول كسر الروتين وتغيير الوجوهات التقليدية من خلال خلق ثقافة جديدة للسياحة كل سنة يعني قبل ست شهور من وصول الفترة الصيفية تبدأ في الانتاج السياحي أو تكوين المنتوج السياحي والصيفة على الوكالة السياحية المحترفة أنها تنوع من هذا المنتوج السياحي وتحاول يكون عندها إبداع في المنتوج السياحي تحاكل سنة هذه هي الوكالة السياحية المحترفة هكذا إذن سيكون صيف 2016 بوابة للخارج في وقت تأن السياحة الداخلية بين وفرة الإمكانيات الطبيعية وعجز المسؤولين عن استغلالها